اشتركوا في القناة أولئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم في نال المسلم أجر وثواب طاعة الله سبحانه ويقدج به في الصلاة على النبي كما أن في الصلاة على النبي تعظيما له صلى الله عليه وسلم وتكميلا للإيمان وزيادة في الحسنات وتكفيرا للسيئات ثانيا ذكر الله عز وجل للذاكرين لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون صدق الله العظيم وذكر الله يشمل الطاعة بكل أنواعها وصلاة على النبي من أعظم أنواع الذكر والعبادة لله ولو لم يقل للذكر إلا هذا الفضل لكفى به شرفا ثالثا الصلاة على النبي تدل على الجود فقد بينا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن الذي لا يذكر النبي عند ذكر اسمه فهو بخيل لقبل النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف رهما أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه فينبغي على المسلم المبادرة إلى الصلاة على النبي عند ذكره رابعا دلالة على توقير النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة في محبته في قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرته وأصيلا ومعنى توقير النبي صلى الله عليه وسلم التشريفه وتكريمه وتعظيمه وصلاة عليه من أعظم أنواع التوقير والتشريف له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر